ضربة غير متوقعة تتلقاها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تمثلت بإغلاق تطبيق التليجرام الروسي المنشأ والذي تعتمده تلك الميليشيات على نطاق واسع الأمر الذي أثار غضبها ودفعها للتهديد والوعيد حكومة السودان بررت قرارها إغلاق التليجرام بوجود اختراق في هذه المنصة فيما أشار خبراء في الشأن العراقي إلى أن ثم تضغوطا أمريكية تحاول إيقاف تدفق الترويج الذي تستخدمه هذه الميليشيات عبر هذا التطبيق والذي يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية ويسعى لتحقيق الأجندة الإيرانية في العراق الميليشيات الولائية مثل ميليشيا أصحاب الكه التي تمثل إحدى واجهات ميليشيا العصائب وكتائب حزب الله وميليشيا سيد الشهداء وغيرهما أصدرت تهديداتها متوعدة بما سمتها تعبئة شعبية عبر سلسلة من التظاهرات ضد حكومة السوداني ووزارة الاتصالات والسفارة الأمريكية ببغداد مطالبة بالتراجع عن قرار إيقاف تطبيق التليجرام من جانبها رفضت إدارة تطبيق التليجرام التوضيح حول قرار حضر التطبيق في العراق والاتهامات بالتورط بالتسريب معلومات وبيانات رسمية خاصة بالعراقيين بحسب وكالة رويترز فيما قالت وزارة الاتصالات إن مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة تطبيق التليجرام غلق المنصات التي تشكل خطرا على الأمن القومي العراقي إلا أن الشركة لم تستجب لأي من تلك الطلبات فيما لم تكشف الوزارة عن طبيعة تلك المنصات ولمن تعود العديد من الحسابات الولائية تدار من أفراد وجماعات تحت إشراف فرقة الكرتونية خاصة تحت اسم الوحدة عشرة آلاف تشرف عليها ميليشيا حزب الله اللبنانية ضمن حزمة من الحسابات والمواقع التي يديرها الحرس الثوري الإيراني وقد كان آخر عمليات الوحدة المذكورة هو اختراق موقع هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية في ردها على إغلاق التليجرام